دور المقارات الجامعية في تحقيق التسامح وقبول الآخر عدم التفرقة بين الأفراد والشعوب داخل المجتمع الواحد بسبب اللون أو الدين أو الجنس التوجه لحل المشكلات بالطرق السلمية اختيار السلم على الحرب المساهمة في تصحيح المفاهيم الخاصة بالحرب والسلام والوحدة الوطنية المراحظة والدعوة إلى الود والتفاهم تنمية الجانب السياسي لدى المتعلم لتحقيق المشاركة السياسية محليا وإقليميا وعالميا حرية الرأي والفكر بما يتفق وتقاليدنا التأكيد على عدل والشورى كقيم سياسية احترام الرأي والرأي الآخر وعدم الاعتداء على حرية الآخر دور الأنشطة في تحقيق التسامح وقبول الآخر يمكن من خلال الأنشطة الجامعية تنمية أبعاد التسامح المختلفة ومن ضمنها إعداد الطالب القادر على التعبير عن رأيه في مجتمع يتسم بالدموقراطية الطالب المستوعب لمستحدثات العصر الجديد الطالب الناضج على المستوى الفكري والثقافي الطالب الفعال ذو العقلية الناقدة المتفتحة الطالب القادر على احترام حقوقه الغير وقرائهم الطالب المؤمن باهمية العمل الجامعي التعاوني والمشاركة الجامعية في البيئة الجامعية وخارجها الفاهم لتاريخ طراص وتاريخ طراص وطنه الأداف التربوية التي يمكن تحقيقها وتأذى عن مفهوم التسامح وقبول الآخر لدى الطلاب تعريف الطلاب بالعالم الذي يحيط بهم وفاهمهم لعالمهم ومكاناتهم في المجتمع تنمية قدرات الطلاب على اكتساب وتحليل معلومات وتبادل وجهات النظر مع الآخرين تشجيع الطلاب على صنع استنتاجات واستدلالات مما يكسبهم القدرة على التفكير السليم استخدام الصور التاريخية بشكل صحيح مما يساعد الطلاب على فهم مفاهيم مثل التغير الصراع، الاتحاد، المعتقدات، الوحدة الوطنية عدم التفرقة بين الأفراد والشعوب داخل المجتمع الوحد بسبب اللون أو الدين أو الجنس المهارات التي يمكن تعققها لدى الطالب الجميع يجيد الحوار ويتبادل الرأي ويتقبل الاختلاف في وجهات النظر يلجأ إلى التفاوض لحل الخلافات ولا يستخدم العنف يتسمح مع الآخرين دون ضعف أو استسلام يرعي مشاعر الآخرين ويقدم المساعدة عند الحاجة يستخدم الزكاء العاطفي في تعاملات وعلاقات ولا يلجأ للرياء والخداع إرشادات للطالب لكي يكون أكثر سامحا وقبولا للآخر اجعل عقلك منفتحا اعمل على إزالة الأنماط الشائعة علم نفسك حول إسهامات الناس والمجموعات الثقافية المختلفة احترم اختلاف ووجهات النظر اظهر التأثير الشخصي من خلال تقديم الخدمات للآخرين بغض النظر عن اختلافه أبعاد مفهوم التسامح وقبول الآخر أولا البعد الديني ينبغي أن تؤكد الأهداف الجامعية على تنمية هذا البعد ومنها مفهوم التسامح الديني من وجهة النظر للديان المختلفة احترام العقائد والديان السماوية الأخرى حقوق الإنسان في الشراع والديانات الأخرى أشكال التسامح في النصوص الدينية والتاريخية المختلفة البعد الآخر وهو البعد السياسي ينبغي أن تؤكد الأهداف الجامعية على مفهوم التسامح السياسي المشاركة السياسية الفعالة وموارستها بموضوعية أهمية التسامح السياسي ودوره في تحقيق السلام العادل على صعيد العالمي حق الشعوب في التحرر والاستقلال وتقرير المصير إثار مصلحة الوطن على مصلحة الشخصية أهمية التسامح السياسي في شتى مجالات التنمية نصوص ومعاهدات الدولية ودورها في تحقيق التسامح البعد الآخر والبعد الاجتماعي ينبغي أن تركز الأهداف الجامعية وتؤكد على التعاون والمشاركة المفاهيم المرتبطة بالتسامح الاجتماعي أهمية تماسك المجتمع ووحدته العلاقة بين التسامح والسلام الاجتماعي ممارسة الحرية في ضوء قواعد النظام العام للمجتمع الذي تمارس فيه البعد الآخر وهو البعد الثقافي للتسامح ينبغي أن تحقي الأداف النتائج التالية مفهوم التسامح الثقافي إبراز جهود الأجداد ودورهم في بناء الحضارة الإنسانية الاعتزاز بالتراز الثقافي المصري إبراز العلاقة بين الحضارات لكونها تأثير وتأثر إبراز أهمية تلاقح الثقافات المختلفة لإصراء الحياة التحرر من التعصب الفكري احترام التعددية الثقافية والتنوع السري للثقافات المختلفة الاتزاز باللغة القومية والتراث والهوية الثقافية المصرية إبراز السمات الثقافية والتاريخية للحضارة والمجتمع الإنساني البعد الاقتصادي للتسامح وقبوله الآخر ينبغي أن تؤكد الأهداف على المفاهيم المرتبطة بالتسامح الاقتصادي أهمية الاعتماد المتبادل وحاجة الدول للتسامح الاقتصادي ضرورة تكامل الاقتصادي بين الدول العربية المختلفة ضرورة تكامل بين الدول العربية ودول العالم توضيح جهود الدولة في إبراز مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والعالمية توضيح العلاقة بين التسامح الاقتصادي وتحقيق التنمية طرح نمازك تدل على حاجة العالم للتسامح الاقتصادي توضيح أهمية التسامح الاقتصادي في عالم يفيد بالعلاقات المتشابكة إبراز الأثار الناتجة عن مخاطر العولمة الاقتصادية وكيفية مواجهتها إبراز أثر التعصب وعدم التسامح على تحقيق التنمية الاقتصادي توضيح أثر مساواة في تكافئ الفرص بين الدول والأفراد على التنمية ضرورة التعاون الاقتصادي على المستوى الاقليمي والاسلامي والعالمي البعض التربوي ضرورة ممارسة العامل الجامعة التعاوني تطور مفهوم التسامح أمثلة تاريخية على أهمية التسامح ضرورة في العصر الحالي إدراق العلاقات بين التسامح والتربية التمسك بالحلول السلمية لصالح الجماعة حل المشكلات التي تتعاوك الجماعة الجهود المصرية المبزولة تعقل التسامح عبر المناج والمقارات الجامعية المختلفة طرح نمازج تساعد على التعاون والتسامح توضيح أن التسامح لا يعني الضعف ولا مولاة التعبير بالرسمة عن بعض المواقف المرتبطة بالتسامح وأبعاده كان معكم أساس دكتور علي جودة قليل التربية جماعة بناء